السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا الطالبة سجارة حيث تكمل شو الله اليوم الحديث عن السولد ستيت بس قبل بدي أذكركم شو أخدنا المحاضرة الماضية لأنه كتير رح يكون مرتبط بتكملة محاضرتنا هاي هلأ أنا بيهمني تعرفوا عن السولد ستيت قلنا إنه هو إلو انتر مريكولر فورسز كتير عالية قلنا الكاينتك انيرجي لإلو كتير قليلة بسبب إنهم كتير مرتبطين ببعض ما في موشن ما في حركة كبيرة بينهم حكينا إنه ممكن يصير له اهتزاز في حال أنا دقيت عليه بيهتزوا الأتمز ولكن ما بينتقلوا لبوينت إكس لبوينت واي تمام حكينا إنكمبريسابل شو يعني هو ما بينضغط صح ولا لا أنا ما بقدر إني إيش أضغطه قلنا كمان إنه أنا عندي بالنسبة للسولد ستيت هم من قسمه لقسمين اللي هم الكريستالاين واحد وبكون عندي الأمور فس شو بيفرقوا عن بعض بيفرقوا بطريقة إيش الترسيب أو بطريقة الترتيب واحد ترتيبه راندوم اللي هم الأمور فس تمام واحد ترتيبه إيش ترتيبه أوردر أرينجمنت يعني ترتيبه منظم واحد ترتيبه عشوائي واحد ترتيبه منظم هلأ مين المنظم اللي كريستالاين تمام بيكون ترتيبه منظم بينما الأمور فس لا هاي هاي الكريستالاين وهاي الأمور فس شوفوا كيف ترتيبهم عن بعض وقلنا انه الامور فاس بيكون less stable صح ولا لا بينما الكريستالين more stable وقلنا اللي بيكون more stable thermodynamic energy بتكون له كتير ايش قليلة لا لانه هو مستقر اكتر بينما اللي بيكون عنده طاقة وحركة ويلا انه يعني اكتر فانه انا بدي اخلص منها يعني بيكون هو يعني لس stable هو حاب يوصل للاستقرار بس هو لا مو مواصل تمام قلنا بالنسبة للكريستالين عندي انا نوعين لقله او يعني خلينا نقول مش نوعين يعني هيك زي شكلين لقله بندرجوا تحته لانه بيكون عندهم order arrangement يعني بيكون عندهم ترتيب منظم ولكن انا عندي لما يكون ترتيب منظم ولكن بيختلف هذا الترتيب من يعني شكل لاخر كيف يعني انا عندي انا لما بدي اجي ارتب عندي اشي اسمه اللاتس يونت قلنا هاي اللاتس يونت هي الوحدة البنائية تمام هاي اللاتس يونت ما بتفرق بتضلها هي يعني انا سواء كانت كيوبك اي شكل بيكون شكلها واحد ولكن انا لما ارتب شكلها هذا الواحد اللبين الوحدة لما ارتبها باشكال مختلفة بيطلع عندي ايش اشي اسمه اسميناه بوليمورفس صح ولا لا هذا البوليمورفس يعني انا عندي لاتس يونت شكلها واحد ما غيرت اللاتس يونت ولكن شو غيرت غيرت الارينجمنت لالها غيرت ترتيبها فبيطلع عندي اكتر من ايش من كريستال هبت حكيناها اكتر من شكل خارج الاكستيرنل بيكون يفرق تمام هاي بنسبة للبوليمورفس وحكينا ايش اسمه عندي سودو بوليمورفس اور سولفيت وهاي رح نحكي عنها نشوء الله اليوم تمام هلا عندي كمان اه احنا حكينا اللي بيكون عنده different arrangement arrangement شو بيكون عنده بيكون عنده different physical properties يعني بتفرق physical properties زي حكينا زي ايش physical properties حكينا عندي ممكن density صح ولا لا بتفرق حكينا عندي ايش بيكون stable واشي less stable حكينا بيكون ايش عندي كمان من يتذكر حكينا melting point اللي اللي هم بتفرق صح على اللي بيكون عندي more stable بيكون عنده high melting point بالتالي لما بيكون عندهم high melting point بيكون هم hard to remove molecules يعني بيكون عندي صعب اني اصحبهم من الموليكيول تمام وبيكون عندهم حكينا ايش عن dissolution rate dissolution rate هو معدل ايش الذوابان بيكون معدل الذوابان عندهم stable ايش او more stable بيكون عندهم معدل ذوابانهم شوي قليل لسبب انهم متربطين كتير ببعض بينما less stable لا بيكون عندهم dissolution rate ايش عالي لانهم خلص بيقدروا انهم يذوبوا بسرعة solubility لقلنهم شو higher تمام هاي حكيناها كمان اه وحكينا كمان انا عندي عن crystallization طريقة الترسيب حكينا عن طريقة الترسيب كيف يعني انا كيف بدي اعمل crystal طبعا هاي هاي التس وهاي الهبت crystal يعني هاي طريقة الترتيب كيف بتفرع اه عنا حكينا الاشياء اللي بتأثر على اه الكريستاليزيشن نرجح حكينا انها هي طريقة الترسيب او طريقة عمل الكريستل انا كيف بعمله اول اشي بعمل super saturated solution تمام لما اعمله هذا بيكون فوق الاشباع بالتالي انا بدي اصير اخفض درجة الحرارة لحتى ارسب اول نيوكليوس فيها اول نواة فيها وبعدين ابناء ابني عليها الانوية التانية صح ولا لا هاي حكينا عن super saturation حكينا عن nucleation حكينا عن الكريستال اللي هم طريقة عمل الكريستاليزيشن ولكن حكينا فيه اشياء بتأثر حسب حسب هو فيه شوائب ولا ما فيه temperature بتأثر pressure بيأثر فوق الاشباع تحت الاشباع هذا كله ايش بيأثر هاي الpolymorphism حكينا زي diamond والgraphite اللي اتنين مصنوعين من atoms اللي هو carbon atoms ولكن شوفوا الarrangement لالها بتفرق بالتالي انا عندي physical properties بتختلف زي melting point density صلابة تشكي كل هذا الاشياء ايش بتفرق ولكن هذا بالنسبة لهذا المثال عشان تكون يعني هيك انه تكونوا عارفين كل التفاصيل هذا انتو لما تيجوا احنا حكينا الغرافايت is more stable than diamond معناها معناها more stable يكون عنده high melting point هلأ اذا بتبحثوا رح تلاقوا انه diamond له high melting point هلأ هذا الاشي استثناء هون ولكن هما شرحين عنه بالكتاب بشكل مفصل استثناء لسبب انه diamond اندي بتعرض لأشياء تانية زي pressure temperature temperature فما تدقلوا عليها هاي النقطة بس حبت اني احكي لكم اياها تمام هلأ بالنسبة هاد كله حكينا حكينا شو بيفرق اوكي هلأ بدي اعدلكم اشي بسيط ونبدأ في الشرح انا عندي polymorphism حكينا هما عبارة عن latest unit latest unit تمام هاي latest unit برتبهم عندي different ايش arrangement صح بيكون ولا لا different arrangement شو بينتج عنها بينتج عنها different properties تمام رحي انا بعملها different arrangement بفرق عندي ببعدها ايش الخصائص الفيزيائية لا polymorphism تمام هلا بدي اياكم تعرفوا انا اشي كتير مهم عندي بالأدوية وكتير كتير بهتم في في ال الصيدليات انه خلص فائدة انا بدي اتخلص من واجع معين او بدي اعمل صح ولا لا بالتالي انا بحتاجه لداخل الجسم تمام بحتاجه لاشي يكون ذائب في الجسم بطريقة يعني منيحة انا ما بهمني ااخد دواء وما يوصل لجسم او ما يوصل للمكان انا بدي اطب انا شو استفدت صح ولا لا معناها انا بهمني في الدواء اهم اهم اشي انه يكون يقدر يعالج للمشكلة انا بدي اها صح ولا لا احنا لما ناخد الدواء ونبلعه بهمني اشي كتير مهم انه يكون ايش بهمني انه يكون يوصل للدم او يوصل يعني يمتص الجسم تمام تمتص الخلايا يمتص المكان البيدي اياه فبالتالي اهم اهم نقطة بدي احكي لكم اياها انه انا بيكون عندي بيكون لازم انا يكون عندي الدرقز اللي بدي اخذه يكون ايش يكون يعني ذائب يكون عنده ذوابان تكون كتير عالية ليش انا بيهمني تكون كتير عالية الذوابان لاله بيهمني يكون عالية لسبب انه انا بيهمني انه لما اخذ هذا الدواء يدخل او يعني مثلا يجي في الدم او يسري في الدم وبالتالي الرسم يمتص بسهولة واقدر احصل على الافكت لاله بسهولة تمام معناها انا بدي اياكم تربطوا اشي بدي اياكم تربطوا انا لما يكون عندي soliability عالية تمام لما انا بيهمني high soliability تمام ليش عشان يكون عندي high disillusion rate هلا بتفهمون ليه وبهمني يكون عندي اشي اسمه high bio availability تمام هلا بتقولولي high soliability فهمناها انه انا بهمني يكون عندي هو الدواء اللي انا بدي اخد يذوب تمام انا بما انه عندي high soliability بالتالي disillusion rate معدل دواء اش رح يكون انه اصلا يذوب بسرعة رح يكون عندي high ال disillusion rate صح ولا لا بالتالي هذا اش بيذكركم بالمور stable ولا less stable بيذكرني بالless stable ليش تحكولي اول تحكولي او كمية الدواء اللي رح يمتصها جسمي او كمية الدواء اللي رح توصل للدم اللي رح تسري بالدم معناها أنا هاي البيو افيلا بيليتي هي اهم اشي في كل الدواء هذا يعني معناها أنا كمية الدواء اللي أنا بده يوصل لجسمي هلأ او كمية الدواء اللي بده يسري في الدم او كمية الدواء اللي بده اعمله تمام اللي بده يكون في sistemic circulation في الدورة الدموية بده يكون انه كتير عالي تمام او انه كميته منيحة لحتى اقدر اني اعالج الخلال اللي بجسمي صح ولا لا بالتالي انا ديش بحتاج انه يكون هاي لانه انا بهمني يكون عندي انا ما بهمني ااخد دواء والله يكون عنده low bio availability طب انا ما استفدت صح ولا لا انا بهمني يكون عندي high soliability الى الو بكون عندي high disillusion rate وهاي bio availability خليكم ما يحب يحب حتى تفهموا انا هارجع عيد كل شي هلا انا بالبداية عندي للدرغز هلا any drugs يعني او خلينا نحكي usually للدرغز بالعادة بتكون solid صح ولا لا بتكون solid drugs هلا any solid drugs any solid drugs it has او يعني لازم انه شو تكون في solution before absorption يعني انا قبل ما امطصها انا بهمني انه شو حكي انا بدي امطص الدواء انا كل اللي بهمني من الدواء اني ااخده امطصه طب انا اشي solid شو بهمني فيه انه ما يكون دايب او ما اقدر اني هيك اخده solid يضل solid وخلصنا طب انا شو استفادت لا انا بهمني شو يكون عنده بهمني يكون عنده absorption عالي ايش بكمني يكون عنده الابسوربشن لالو عالي تمام بهمني يكون عنده الابسوربشن عالي طب انا كيف بدي اخلي solid الو absorption انا قبل ما اعمل له absorption لازم it has to be in solution بتقولولي ما فهمنا بقولكم انا عندي لدرقز لما يكون solid لما يكون solid لدرقز انا بهمني اني امطصه انا قلت شو بهمني من كل الدواء انه يكون عنده هاي بيو availability حتى اقدر اني استفيد منه باقدر يعني باكبر قدر ممكن صح ولا لا انا مما انه عندي solid بهمني اني اخلي الجسم يمطصه صح ولا لا طب كيف بدي اخلي الجسم يعمل له absorption بدي اخليه في solution تمام طبعا هادا المخطط انا بعمله عشان هيك انه يوضح لكم كل شي solid بدي احاوله لسوليوشن او لا ايش حكينا suspension تتذكروا شو هو suspension في هذا بتذكر suspension حكينا هو عبارة عن solid particles in aqueous يعني in aqueous environment يعني بيكون هو solid particles يعني في هيك في يعني اشي مائي تمام بيكون زي المعلق حكينا عنه او اما بيكون في solution ما نهى انا ال solid بهمني اني احاوله لسوليوشن او بهمني انه يكون suspension يعني بهمني انه يكون يا اما معلق او يعني يكون في اشي لحتى اقدر اني ااخد منه الدرق يعني انه يذوب في مادة دائبة لحتى اني ايش اني انتصه بطريقة انا تناسب جسمي تمام معناها انا solid لازم يكون له solution او يكون في solution لحتى اقدر اني انتصه هلا انا لما يكون في solution بهمني soliability لقيلو للدرق هذا بهمني انه يكون له high soliability ليش؟ عشان ارفع من معدل الامتصاص انا لما يكون عندي يعني انا حطيته في solution تمام كان عنده high soliability تمام بالتالي شو صار عندي انا لما يكون عندي امتصاص عالي سوري لما يكون عندي ذوابان عالي ذوابان عالي شو بعطيني هذا الاشي؟ بعطيني امتصاص عالي بالتالي صح ولا لا absorption عالي صح ولا لا high absorption تمام طب انا عندي soliability حطيته في solution وهذا انه ذوابانه عالي في solution كان وقدر يذوب بسرعة واموري تمام ودسolution rate اوكي كله 100% شو بصير عندي absorption high absorption بيكون عندي امتصاص عالي بالجسم بالتالي انا حققت المطلوب ولا لا حققت ال high bio availability ولا ما حققتها هذا هو انا هذا الكل اللي بهمني اني ايش احققها بالتالي انا اذا عندي absorption ال high اذا كان عندي absorption عالي بالتالي انا ال bio availability ايش حققتها بالطريقة اللي انا بتهمني انها توصل للجسم صح ولا لا معناها انا هذا المخطط بدي يعني شوي انه تقدروا تستوعبوا انا عندي solid drugs او اي يعني ايش اللي انا بدي ااخده solid لانه احنا عم نحكي عن polymorphism والpolymorphism هما crystalline رح يكونوا solid بالتالي انا بهمني اني احطهم في solution هذا solution شو بهمني انه يكون بهمني انه يكون ذوبانه disillusion ريت لقيلو ايش عالي ليش بهمني يكون له عالي لحتى يمتص الجسم باكبر قدر ممكن بالتالي البيو availability لقيلو عالي وزيدولي هون activity activity لقيلو تكون ايش برضو عالي activity يعني هي زي انه يعني كمية الاستفاد اللي منه تمام او يعني هس رح تفهموها بس هاي انه تكون يعني هيك في اذهانكم تمام نمحي هون شو حكينا عشان نشوف الصورة انا هاي عندي ولا خلينا روح هاي احلى انا عندي tablet هذا tablet solid tablet تمام هلا هذا tablet ما انه solid انا شو حكيت بدي اعمله بدي اعمله في solution صح ولا لا هلا انا solution بهمني يكون limited solution بهمني يكون قليل ولا بهمني يكون pissed the solution rate بهمني انا يكون عندي the solution rate لقيله عالية ولا بهمني يكون انه limited يعني اصلا the solution لقيله كتير واطية انا بهمني انه تكون عندي best solution صح ولا لا ليش بدي 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 solution عسان يصير له absorption بعدين شو يصير له bio availability انا ارجع اعيد انا عندي solid هذا بدي اخليه في solution اما اخليه في solution او بدي اخليه في suspension حسب انا شو الدول اللي عندي صح ولا لا هذا لما يصير في solution انا بدي اهتم هلأ بايش بال dissolution رات لإله انه يكون best dissolution رات صح ولا لا بالتالي انا لما يكون عندي best dissolution رات رحيكون عندي absorption عالي وبالتالي bio availability لإله ايش كتير عالي تمام هلأ هاي هذا المخطط انا اللي بهمني ايش امشي عليه ما بهمني يكون عندي very limited dissolution هذا الاشي ما بعجبني انا اصلا وما بعجبني يكون عندي برضو limited انا بدي يكون عندي best dissolution رات تمام هلأ هون انه بحكي لك هو كان تابلت يعني انه قرص كامل لما اخدته كان dissolution لقله واطية انا ما بهمني عملتله زي انه تكسير او solution تمام انا هذا الحال عجبني اكتر اشي فبالتالي كان عنده best dissolution رات كان عنده drug solution عالي بالتالي صار عندي absorption عالي بالتالي عندي bioavailability عالي وحكينا bioavailability هي تركيز الدواء في الدم او drug in blood او اللي هو fraction of absorbed يعني انا كمية ايش اللي هي fraction of drug absorbed يس اللي هي كمية الدواء اللي انا بدي امطصها للجسم تمام يعني انتو فهمتوا الفكرة شو بهمني انا بهمني تفهموا الconcept عشان خلص انه انتو اذا فهمتوا الاشي اللي انا حكيته انتو هتعرفوا تجاوبوا اي سؤال هتعرفوا الخصائص شو بتهمني تكون بس بدي تركزولي على soliability dissolution rate وبيدي تهتموا بالabsorption وبال bioavailability تمام هلا انا عند حكيت الpolymorphous اجو حكو عندنا polymorphous alpha sorry و polymorphous beta تمام هلا انا هون شو بهمني او اي اي انا لما يكون عندي اي graph دائما اقرأوا ال y axis وال x axis انا هون شو بحكيلي اللي هو بال hours يعني انا هون عندي time صح ولا لا هون هاد chlorophynical هاد عبارة عن دواء هلا رح ناخدو بس هون يعني هون كمية الدواء يعني هون المقصود فيها هاد ال bioavailability هون المقصود فيها هاد ال y axis اللي هي كمية الدواء اللي انا وصلت لجسمي تمام نيجي نقرأ نيجي بالبداية على ايش على هذا الخط تمام اول خط هاي هذا الصغير تمام هون شو بحكيلي بحكيلي انه انا عندي alpha polymorphism لما انا كانت عندي تركيزها مية بالمية داخل هذا الدرق يعني انا عملت كل الدرق من ال alpha تمام قديش كان الامتصاص عندي هيا تقريبا تقريبا يعني كان هيا الامتصاص اربعة تمام هذا بنسبة لأول واحد وقال انا لما عملت مية بالمية من beta polymorphism كان عندي ال bioavailability تمام هاي شوفوا قديش كان عندي 23 تقريبا تمام او 22 انا يعني مش مهم المهم انه يعني تفهموا انا كان عندي مية بالمية من alpha صار عندي ال bioavailability اربعة وعملت الدرق من beta تمام طبعا هم الاثنين polymorphism يعني اش polymorphism بتكونوا من نفس اللاتسيونت تمام اذا بتكونوا من نفس اللاتسيونت انا شو اللي اختلف عندي ال arrangement بالتالي بالتالي اختلف عندي الفيزيك ال properties واهم ال properties هون اختلف اختلف بالتالي اثرت على absorption بالتالي اثرت على ال bioavailability تمام لما انا اخترت بيتا شوفوا قداش كان عندي ال bioavailability قداش كمية تركيز الدواء في الدم كانت 23 بينما لما استخدمت 100% من alpha polymorphism ايش كان عندي اربعة بالتالي من هذا بس من هدول الاثنين انا مين هو افضل عندي استخدم alpha ولا استخدم beta 100% انا بهمني اني استخدم beta لسبب انه beta اعطتني اعلى bioavailability وانا هذا اللي بحتاجه معناها انا اذا مثلا من اي واحد بتكم تعملوا للدرق رح تعملوا من beta ولا من alpha بالضبط رح تعملوا من beta لانه انا اعطاني bioavailability اعلى بالتالي انا استفدت منه بطريقة اكبر بالتالي بدي افهم انه bioavailability اعلى ايش بدي افهم انه انا عندي الabsorption اعلى صح ولا لا طيب هلأ لو دي اسألكم سؤال اي polymorphous من هدول stable او اكتر من المور stable الالفا ولا البيتا هلأ احنا حكينا بيكون عنده soliability اعلى صح ولا لا مين اللي عنده soliability اعلى البيتا ولا الالفا مين اللي عنده absorption اعلى مين عنده bioavailability اعلى البيتا معناها البيتا هو less stable than الفا فهمتوا انا كيف فكرت او كيف ربطت الالفا رح تكون more stable صح مش طريقة كبيرة زي البيتا تمام فانا عرفت انها هي more stable الabsorption اللي لها كتير قليل السوريability لها كتير قليل فانا ما استفدت منها ما بتهمني اعمل منها دوا عشان ما اكون ضيعت عليكم معلومة او اشي هون ما في اشي بس بحكي لك هون صار عندي الالفا 75 بالمية هون البيتا 25 فبالتالي زاد البيو availability هون عملتهم 50 50 بالتالي صار 12 برضو زاد هون لما عملت البيتا 75 والالفا 25 هون الالفا كانت بالتالي عندي زاد اكتر وهون لما كانت 100% بيتا يعني بس هون بيبين لانه كل ما زيدت البيتا كيف عم بيزيد البيو availability تمام وهي هذا الكير بيبين لما بين التايمز والبلاد سيريوم هو نفسه الدواء هدا هلا نحن اخذ عنه هو suspension طبعا هذا الدواء يعني معلق مش solution وحكينا شو يعني معلق من اول محاضرة بس هون بيشرح لانه هذا لغراف لشو يعني انا قارنت اللي هو البيو availability مع التايمز وبالتالي لما قارنتوا مع التايم يعني شفت مين البوليمور في اسم اللي انا بدي ايا بدي احكيكم هون اشي عشان يعني ما يعني ما يضل ببالكم او اشي انه ممكن احكي لي طب ليش هيك طلع طلع فجأة هيك طلع بعدين رجع نزل هلا اي دواء بالعالم انا عندي بيكون يعني نقطة بيكون عندها هو اعلى افكت لالو اللي هي هاي بتكون فرضا تمام بعدين خلص يعني برجع ينزل بس انه هاد بدي اياكم تفهموا عشان ما حدا يسأل انه ليه كانت عالية وبعدين نزلت وكذا هو بيكون اقل اشي بعدين بيبدأ يعلى 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 لحد ما يوصل لا اعلى افكت له هذا لدرغز تمام بالتالي برجع بدلا انه خلص يعني ما رح يضل هذا الافكت له طول العمر برجع ايش ينزل تمام مع الوقت تمام لانه خلص يعني مثلا انا عندي ادوية بحكي لك انه مثل ابار او اشي بحكي لك بعد 8 ساعات خلص مفعولها بنتهي لانه بدت من اول ساعة اخد فيها تعلى تعلى لحد ما وصلت خلص اقصى اشي لالها تأثير وابسورب شنو هيك بعدين ايش بترجع انه خلص تقل بعد 8 ساعات بيروح الافكت لالهم ممكن انك ترجع تتوجع صح ولا لا ف يعني هذا بس بدي ايكم تفهموا انه لي ايش رجعت نزل تمام ف اكمل كتابة بس يعني رح احكي different polymorphism بيكون عندي different soliability بيكون عندي different absorption بيكون عندي different ايش bioavailability بيكون عندي different activity تمام اه بالنسبة انا لما يكون poorly solution شاني poorly solution يعني هذا solution انه كتير ضعيف يعني كده احكي لكم انه خلص يعني الدرق ما بيدوب في solution poorly solution الدرق هذا الدرق مش كتير دايب فيه او دايب ولكن كمية قليلة بيكون عندي soliability بتكون قليلة بيكون عندي poorly solution الدرق بيكون عندي disillusion rate ايش بتكون عندي كتير واط بتكون عندي load disillusion rate صح ولا لا بالتالي هذا الاشي بدي يعني احكي بس هيك جملة هي مو صعبة بيكون هذا بسمي disillusion disillusion limited bio availability يعني انا هي مو صعبة انا لما يكون عندي pull disillusion الدرق بيكون عندي disillusion ability بالتالي عندي low absorption بالتالي عندي bio availability قليلة جدا ما استفدت منه هذا بسمي disillusion limited bio availability هاي الصفة لل pull disillusion الدرق بحكيها ما يكون عندي انا ما بمتص بطريقة ايش بطريقة منيحة تمام هلا نيجي ل هاي الجملة اي واحدة هاي خلينا نحكي هاي انا عندي high soliability تمام بالتالي high disillusion rate بالتالي high absorption high bioavailability high the rapid activity المهم high activity بيكون الاكتيفتي لالو او نشاط هذا الدواء عالي هاي ما عرفت اقرأ حالكي ما بصراحة المهم هلا البيو availability حكينا هي عبارة عن fraction of drug absorb يعني انا بكون عندي كمية الدواء اللي متصها جسمي او كمية الدواء اللي كان صارت في systemic circulation يعني في الدورة الدموية او الدم مشت في تمام بدي اياكم كمان تعرفوا بنسبة ال polymorphous example احنا اخدنا عن هذا الغراف اللي قلنا عنه هلا قبل شوي انا عندي different polymorphous بيكون عنده have different solubility have different dissolution rate and different bio availability and different activities تمام هلا نيجي على الدواء هذا chlorum finicol palmitate هذا عنده three polymorphous بتكون اللي هي A وB وC تمام هذا وممكن برضه يكون عنده amorphous منه هذا chlorum finicol palmitate تمام يكون عنده three polymorphous هذا three polymorphous بما انه اختلف بالتالي شو انا عندي رح يفرق رح يفرق soliability لإله رح تفرق dissolution rate لإله بالتالي البيو availability شو رح تكون رح تختلف من واحد لتاني وانا بهمني في الادوية بشكل عام انه البيو availability تكون عالية صح ولا لأ فانا لما بدي اجي اعمل هذا الدواء تمام بختار البيو مورفس المناسب اللي بيكون الاربع كلمات وظلوا تعيدوهم لأي دواء تمام هلأ هذا انا حكيته كله بالشرح بس بيحكي لك انه انا لما استخدمت من هذا البوليمورفس من الاول شو طلع معي وشو التاني ومين اللي كان عندي اعلى يعني هاي هدولة بالضبط كل الحكيته هون موجود ما في داعي تقرؤهم حتى ولا انه يعني تطلعوا عليهم بس انه بدي اياكم تفهموا انه كان suspension وانا شو عملت او بالبيتة لما قارنت بينها وبين الالفة واي واحد فادني وليه فادني وشو هي البروبراتيز اللي انا اهتميت فيها تمام هلأ بالنسبة لهون برضو اه انا ذر اكزامبل هذا عندي انا بيكون ايش بيكون عندي ايش اسمه اه ذا 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 برومو اويل هذا ذا ذا برومو اويل او بحكي عنه كوكاوا اه بيتر هذا شو عندي هذا عبارة عن اويل تمام اه تراي ايجليسرايد شو يعني من فات بيكون تمام هذا بستخدمه في سبازتريز بيسز شو يعني سبازتريز بيسز هلأ انا دايما عندي لما بدي اجي اصنع ادوية او اشي بيكون عندي قاعدة لازم يعني انا مش قلنا بانا الدرق يكون بشكل سوليوشن صح او لا بالتالي انا بحتاج لقاعدة بحتاج لقاعدة احمل فيها هذا الدواء او يكون هذا الدواء ايش دائب فيها هاي سبازتريز بيسز شو يعني هلأ سبازتري لحالها هي عبارة عن التحميل تمام يعني هي تحميل بتكون تمام فأنا عندي بحتاج لها بيسز هاي البيسز بحتاج هليش لحتى اعمل ملتنج لالسوليد درقز اللي انا بحتاجه اللي هو كوكاوا بيتر تمام هاي طبعا عفكرة بصنعه منها الشوكولاتة بس احنا ما بنا نعمل شوكولاتة نعمل ادوية هون فأنا هاي الدرق او الثايبرومو اويل انا بحتاجها وبحطها بالبيس هاي وبدوبها بالتالي لما ادوبها شو بتصير بتصير من سوليد تمام اويل بتكون هي سيمو سوليد شوي بحتاج اني اعملها ملتنج تمام لذي اعملها ملتنج لحتى اقدر اني اديرها في هذا يعني في هذا الوعاء واني اشكلها في طريقة مناسبة صح ولا لا بالتالي انا احتجت احقينها شوي هلا بدي اياكم كمان تفهموا هاي السابازوتيري سابازاتيري ان شاء الله اني اكون احكيها صح ممكن انه يكون عندها نوعين يعني هاي مش مطالبين فيها بس انه هيك حبت احكلكم اياها ممكن تكون عندي يعني مثل انه طفل ممكن بدي انه يخرج او اشي بتكون هون بسميها او ممكن تكون عندي اللي هي systemic circulation اللي بتكون عندي بالدم مثل بدي اخفض درجة حرارة الطفل او هيك هاي بتهمني انه تكون يعني بالدم تمام تمشي او انه يكون الافكت لالها وين في الدم هلا لازم انا حكيت شو يكون عندي او 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 لازم ااخده ايش يكون لما ابلعه يقدر انه يعني يدوب في الدم صح ولا لا وعمله absorption في جسمي واني شو ولما عمله absorption اني يعني اش او نفصل على سيدنا محمد اني استفيد منها تمام هلا هذا السابوزاتيريز سابوزاتيريز بتكون انا بضلقيت فيها لاني حكي مش عارفة المهم لازم هاي في درجة حرارة 25 خلينا نحكي ل30 تقريبا بتكون عندي solid at room temperature تماما وهلا لما تكون عندي solid at room temperature بتسكي انا solid ولكن انا شو بحتاجها جوز جسمي تكون بحتاجها insolution تكون او بحتاجها انها تكون ذائبة لحتى تزيلها absorption لكن هاي عن درجة حرارة 37 point five or 37 silcius اللي هي add body temperature بتكون ايش بتكون melt يعني بتدوب في درجة حرارة الجسم تمام فانا يعني اول اشي هي بالغرفة كانت solid او بالتلاجة بالاحرى احنا دائما بنحطهم لانا ممكن درجة حرارة الغرفة تعلى عن 37 صح بالتالي انا بتكون عندي solid في درجة حرارة اقل من درجة حرارة الجسم اللي خلينا نحكي من 37 38 36 ونص هيك درجة حرارة الجسم انا بتكون عندي في داخل الجسم شو بتكون عندي melt ما بتكون solid بالذوب ولكن في درجة حرارة الغرفة او الاقل من 36 ونص 37 ونص نختلف المهم body temperature راح تكون عندي اقل منها بتكون solid تمام هلا انا مما انها solid انا بهمني جوه الجسم انها الدوب ومما انه انا لما دخلتها للجسم ذابت خلص بالنسبة لي برح يصير لها absorption وتوصل للجسم وخلص استفيد منها ولكن ايش بترح تستفيدوا من هذا الحكي هذا الحكي بترح اياكم تستفيدوا منه انه انا في الها 4 ايش 4 polymorphism شو يعني انا عندي اربع انواع الها تمام اللي هم gamma تمام هاي القامة عند درجة حرارة 18 بتكون اللي هي يعني unstable وبتكون برضو solid عند درجة الحرارة هاي 18 وعندي alpha عند درجة حرارة 22 بتكون solid برضو unstable وعندي beta prime برضو عند درجة حرارة 28 سلسيوس بتكون solid وعندي beta بتكون عند درجة حرارة 34 ونص او 34 ونص تمام معناها انا هاي طبعا ال beta هاي stable تمام هلا انا لما بدي اجي اعمل لما بدي اجي اختار الدواء او اختار ال polymorphism اللي انا بدي اعمله بدي يكون عندي ايش بهم يكون عندي هذا الدواء اول اشي يكون عندي الافكت لقيله عالية وال ما اجو عمله التجارب وخيك طلع محوم انه ال beta هو افضل اشي ليه لانه هو more stable طبعا انت هلا قلت انه more stable هو low soliability ولو كذا انا احكلكم هلا انا بهمني لما بدي اجي اصنع ادوية بهمني ما يصير لها ثلاث اشياء no physical change no chemical change no micro biological change شو يعني انا بهمني لما بدي اعمل دواء ما يتغير يعني بهمني لما يكون في الشلف تاع الصيدلية مثلا ما والله يتأثر بدرجة حرارة او حتى لو كان less stable او او ممكن في ادوية تكون less stable ولكن بهمني لما تكون less stable بهمني انها ما تتغير ما يصير عليها تغيرات او يعني ما تتغير بمحتوها الفيزيائي او الكيميائي او كذا لهيك انا حتى لو بدي اعمل من less stable بتكون الدوز لإله كتير ما تدروسة يعني عليها دراسات كتيرة حتى ما يتغير اي physical او اي chemical او اي اشي properties لإله تمام حتى لو كان less stable لانو انا عندي شو حكينا حكينا احنا less stable ممكن يتحول لmore stable وهذا الاشي بالصيدلية عندي ما بنفع انو انا والله لما حضرت دو فجأة يكون less stable يتحول لmore stable لا انا لما بدي احضره بحضره بتحت اشراف يعني ودراسات وهيك فبالتالي يعني انا بس افهمكم عشان توصلكم الفكرة انا صح بعمل من less stable احيانا ولكن حتى لو عملت من less stable بيكون له اكسبير وبعد مثلا بيقول لك الدكتور بعد ثمن اسابيع من فتحه كبه اذا بتتذكر زي لما حكينا لما يكون عندي اذا بتتذكر الدول حكينا اللي هو تري غليسيرين اتوقع اشي زي هيك كان اسمه بتحول من سلد لغاز عند درجة حرارة معينة فقلنا ثمن اسابيع وبينكب خلص حتى لو ضل فيه عشان هيك انا حتى لو كان عندي لست ستيبل بيكون عنده اللي هو مدة معينة وبتخلص منه وبهمني انه يعني بس افهمكم الفكرة انه ممكن لست ستيبل يتحول ل مور ستيبل بالتالي انه هذا الاشي عندي ما منفع انا عندي لست ستيبل كان منيح لإله كتير ولكن هو تحول ل مور ستيبل طب انا ما فادني بطل عنده سليبل صح ولا لا في التالي انا لما بدي اجي احضر الادوة بدي اكون كتير ما اخذر بعين الاعتبار هاي الاشياء بدي اها ما تأثر ايش على الاشي اللي انا بدي اعمل فبدي افهمكم انا ممكن اللست ستيبل يتحول ل مور ايش ستيبل وهون بفقد يعني بفقد نفسه كدوى او اشي استفيد منه فهذا الاشي انا عندي غلط غلط انه يصير تمام حتى لو طب هزا بتقول لي انه غلط رح يصير لاش بدك تعمل الادوية من لست ستيبل حكينا الاسباب ولكن يتحول ل مور ستيبل فمشان هيك لما اجيت اخترت ال بالمور فس لهذا الدواء اخترت ال 34.5 البيتا تمام كانت هي خلص ستيبل كانت في ال و بالتالي اعطتني افكت كتير ممتاز داخل البودي فانا هاي يعني بالتالي كانت عندي كتير ايش منيحة تمام هلا حكينا يعني خلص اختروها لأي سبب من الاسباب كان بدكم تفهم انهم اختاروا هاي الاشي معناها حكوا انه الملتين بوينت ل البوليمور في اسم هذا هو 35 سليسيوس يعني بيكون اد بدي تمبريتا شو بتكون بتكون خلص انه دابت وخلصت معناها انا عندي ل 34.5 ممتاز انه يكون 34.5 برا سليد وجو الجسم بيكون liquid او بصير له ملتين تمام انا لما اجيت اختار هذا البوليمور في اسم طلع معي افضل اشي تمام هلأ لما بدك تحضر هذا الاشي يعني اتقى راح نحضره ب لابات لقدام ان شاء الله اخر ان شاء الله الفصل الجاي هذا لما بدي اجي اعمله هيتين حكينا بيكون هو صلد تمام بالتالي انا لما بدي اجي اشكله في هذا القاعدة لما بدي اجي اشكله في هاي القاعدة بدي اعمله ملتين عشان اديره فيها وارجع اجمدها تمام هو كان صلد انا يعني سخنته شوي حتى ناخده ان شاء الله الدكتور راح يقولكم ديروا بالكم اذا بدأ يا دوب شوي يصير ملتين خلص شيرو وخلو يكمل دوبان بينه وبين نفسه ليش طيب لحتى ما يصير ديستروي لا النوالة له اللي بتها تكون لي اياه تمام معناها راح نكون كتير دقيقين واحنا بنحضر اوكي راح نعمله هيتينج ونعمله ملتينج قبل ما انشكله عشان انشكله في هاي الطريقة ولكن راح نكون كتير حذيرين وانحنا عم بنشكله وانحنا عم بنسخنه ما بعمله هيتينج لأ بعمله هيت ولكن بأول ياده بأول شعره ما تصير خلاص عطول بشيله هو بكمل دوبان لحاله وبرجع بديله بسرعة في هذا يعني اللي أنا بدي اشكله فيه تمام هو بيكون يعني بعمله ملتينج في درجات الحرارة هاي بعرضه لحرارة تمام بس أعرضه الحرارة بيصير له ملتينج بعدين بديره فيه يعني هذا القالب خلينا نحكيه بعدين بصير له سولد بعدين برجع بطلعه منه وخلاص بضل سولد وبيكون سولد ستيبل وبيكون منيح كتير في ال بعدين برج لما بدي اعطي المريض هاد سابوزاتيريز رح الدوب داخل جسمه وسري لها absorption وكل الامور رح تكون عندي 100% فبدي اعطي هاد انه تفهموا هون بشرح لانه اللي ستيبل بوليومورفيسم ذات ملت اللي ستيبل اللي هي غاما والفا وبيتا برايم ممكن انها الدوب في درجات حرارة قليلة من 15 ل 28 سليسيوس انا قلت هان بتدوب ولا بتكون سلد ناس يا والله بس يعني عشان ارجع اكد عن نقطة قال لي انه انا هاي البوليمورفيسم لإله البيتا برايم والالفا والقاما عند درجات الحرارة 18 22 28 خلص بدوب تمام انا شو بهمني يكون عندي solid فمين افضل اشي انه يكون عندي solid في حتى استخدم وامل منه هاي السابوزاتيريز بهمني اني استخدم البيتا لحالها عشان هي بتكون liquid 34.5 siliceus معناها هي اقرب اشي لانه خلص يكون هو solid تمام وما بتدوب في درجات حرارة الغرفة بتكون solid بينما الباء البوليمورفيسم لإله هاي بتدوب من 15 ل28 تمام يمكن انا خربطكم شوي بس اعيدلكم بشكل سريع انا عندي السابوزاتيريز بيكون لها 4 بوليمورفيسم هدول الاربعة بيكون 3 بيدوب في درجة حرارة الغرفة من 15 ل28 بينما عندي واحد هو بيكون استيبل وما بيدوب في درجة حرارة الغرفة فبالتالي انا صناعت منه ايش صناعت منه الدواء ولما صناعت منه الدواء يعني كان هو الافضل لهاي الصناعة تمام بدي اياكم كمان تعرفوا نقطة انا عندي يعني هيك معلومة اضافية انا عندي لما بدي اجي اعمل دواء ممكن ممكن اني حتى لو كان هو مور ستيبل تمام ممكن اني اش اعمل اني بدي احول دواء مور ستيبل ممكن اني اخلي امورفوس ممكن اني اخلي هذا المور ستيبل امورفوس يعني كريستالين هو بيكون اوكي بيكون مور ستيبل ممكن في حالة من الاحوال يعني بعض ادوية اخلي امورفوس لحتى يكون عندي السوليابل لإله اعلى وقدر اني اشكل منه دواء بس هاي مش مطلوبة منكم يعني بس انه بدياكم تفهموا هاي النقطة شوي وقلتلكم ممكن عندي نقطة ثانية انه ممكن يتحول ل ويفقد وظيفته كدواء يعني لإله بس بديا هاي لو ما فمتوها عادي ما اتدقيق عليها هلأ نيجي على السولفت هلأ بالنسبة عندي الى السولفت او بولي سودو بوليمورفز هو انا عندي هو احدى اشكال الكريستالاين سولد زي ما حكينا ولكن هذا الكريستالاين سولد انا شو قلت لما بدي اعمل الكريستالاين مش اول اشي بعمله بحطه في سوبر ساتيوريشن سوليوشن صح ولا لا لما احطه في هذا المحلول فوق الاشباع بالتالي انا شو بصير اعمله بصير ارسب في يعني في النوا اول وبعدين بصير ابني عليه كريستالاين صح ولا لأ هلا احيانا انا لما بدي اجي ارسب اول نوا واعمل عليها كريستال شو بصير هاي النوا بتسحب معها بتسحب معها ايش كيف يعني انا بيكون عندي ترسيب اوكي بشكل زي ما حكينا بيكون عندي انا ترسيب بشكل ولكن لما تبدأ معها شوية من السولفنت تمام وبيدخل هذا السولفنت في الكريستال هبت يعني بين بدخل ما بين الكريستال لاتس فبالتالي الكريستال هبت كله بيفرق معي تمام فهذا الفرق بين البوليمورفس والسودو بوليمورفس تمام معناها انا عندي سودو بليمورفس ممكن احكي عنه كو كريستال كو كريستال معناها هو معناها يعني بيكون عندي اكتر من واحد يعني تمام مش مثل البوليمورفس هي لاتة سيونة واحدة بتترتب مع بعضها البعض تمام لما تترتب مع بعضها البعض بتعطيني خلص انه بدون ولا اشي ما بتاخد ولا اي سولفنت بالموجودين ولكن عندي هون لا هادا بسرق معه شوية تهى هون هاي بسرق شوية تهى الاحمر هادا سولفن تمام بيسرق معه شوية وبحطه ما بين ما بين اللاتس بالتالي اوكي هم بيترتبوا ارينجمنت بيترتبوا بشكل منظم ولكن لما يترتبوا بشكل منظم بياخدوا محهم شوية من السولفن سواء كان مي او مش مي بياخدوا معهم وبرتبوا ما بين الكريستل لاتس تمام هاي بينما البوليمورفس لا ما باخد معه ولا اشي هايو بهذا الشكل تمام عشان تكونوا فاهمين فهون بيحكيلي انه مني بشكل عام هاي شو بتحكيلي بتحكيلي انه انا عندي في التحضيرات الصناعية الصيدلانية انا بستخدم اللي هي الكيميكال بروسس اللي حكينا عنها اللي هي الترسيب ونحطه بسوليوشن وارسبه وضمن هاي الكريستلايزيشن بتكون في ايش بتكون في ديفيرنت سولفن وهادا الديفيرنت سولفن اذا انا اخدته هاي بيقول لي ميت بي تربد ان ذا كريستلاين اذا انا اخدته معي بس شوي اذا انا اخدته معي هادا السولفن بالكريستلاين اللي انا بدي اشكله الكريستلاين لاتس ايش بعمل اللي بعمل اللي اما كريستل اللي هو مور دان ون كومبوننت يعني بتكون اكتر من كومبوننت او اشي بسميه سولفت او اشي بسميه سودو بوليمورفس تمام هم كلهم التلات اللي هم نفس المعنى انه بس في هيك السولفن بيجي شوي محهم وشو وبيترتب اكتر تمام هلأ بحكيلي هون عن السولفت may be defined as molecular complex that has incorporated the crystallization solvent molecules into specific site within the crystal lattice هون برضه نفس الاشي بيعرفلي السولفت هو عبارة عن انه بيكون molecular complex تمام من crystal lattice or lattice unit ضمن crystallization solvent molecules بتكون into specific site specific site هاي بتركزوا على كلمة specific يعني بيكون عندي في يعني في مكان محدد عشان انا بيكون عندي order arrangement ما بيكون هيك عشوائي لا في يعني في مكان محدد within the crystal lattice بيكون هذا solvent لما انا اعمل crystallization وارسب هاي المادة اللي انا بدي اياها بيترسب محا برضو ايش شوية من solvent او بيترتب محا مش انه بيترسب بيترتب محا بعض من liquid هذا اللي انا دوبت فيه اصلا داخل crystal lattice تمام هلا هلا انا 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 حكيت انه بيدوب عندي solvent صح او بدوب بsolvent وهذا السولفنت بيترتب بالcrystall يعني crystalline solid صح انا عندي نوعين من السولفنت اما ممكن يكون water او اي شي مش water تمام يعني other liquid غير الواتر تمام في حال كان water هذا بسمي ايش hydrate تمام في حال كان other liquid يعني no water بسمي unhydrous تمام بس هذا الفرق بينهم لما يكون عندي water بيكون hydrate لما يكون عندي another liquid بيكون عندي انhydrous تمام شو الفرق بينهم هلا بنعرف هم رح يفرقوا في solubility وفي melting point هلا بنعرف كيف بس بدي اياكم هون تعرفوا انه hydrate بيكون عندي water solubent بيكون عندي water بينما unhydrous compound doesn't include water ما بيحتوي على water تمام هلا بدي اياكم تعرفوا اشي كتير مهم بالنسبة لل water هلا الwater عندي فنفرض هذا water تمام الwater هون لما بدها تيجي تترتب ما بين crystal unit هون تمام هاي بتترتب water هاي الwater ممكن انها تعمل hydrogen bond ما بين crystal unit تمام هيك انها تربط بينهم وتثبتهم اكتر واكتر تمام فانا لما يكون عندي water solubent لما تكون water بيكون عندي more stable طب ما انه عرفته solvent water لما يكون more stable يلا نعدد الخصائص شو رح تكون رح تكون high melting point شو solubility لها رح تكون low solubility لانه لما تكون عندي water ربطتهم ببعض اكتر كونت ما بينهم ربط اكتر ثبتتهم بشكل اكبر فبالتالي بيكون عندي ايش more stable تمام فبالتالي بيكون عندي السولي بيكون اقل وبالتالي شو بيكون عندي كمان اللي هو بيكون عندي melting point بتكون لها ايش اعلى تمام وبما انه solubility لها بتكون قليلة معناها ديسوليوشن ريت ايش رح تكون قليلة ولا عالية رح تكون بالتالي شو قليلة ديسوليوشن ريت لا الووتر solubent بينما اذا بدي اجي اعمل على الانهايدرس لا الانهايدرس بالعكس بيكون عندي ال solubility ديسوليوشن ريت لها عالية هاد لا ايش للانهايدرس بالتالي الملتنج point لها مقارنة compare with water ايش رح تكون الملتنج بوين لها قليلة ولا عالية مالها لست ستيبل رح تكون اقل من الووتر و رح تكون عندي solubility لها اعلى برضو حكينا solubility فبالتالي الديسوليوشن ريت اللي هي بتكون faster dissolution ريت than hydrate or than water solvent تمام هاد بالنسبة لها بقول لي هون الهايدرس والانهايدرس differ different بال solubility وبالملتنج point most usual situation is for the anهايدرس to have ايش faster dissolution ريت than the hydrate تمام هاي هون بدون ما نشوف احنا اشهد اشهد هون دي اعتبره التايم تمام وهون بدي اعتبره هاي السوريوم level البلد اش حكينا عنه هاد اش اسمه بسميه bio availability يعني هون كمية الامتصاص او الabsorption اللي صارت او كمية لما اعرف انا كمية البيو availability بعرف خاصية كتير مهمة اللي هي solubility او dissolution ريت صح انا حكيت كل ما زاد عندي dissolution ريت شو بتزيد عندي بزيد عندي البيو availability صح ولا لا طيب انا هاي هون البيو availability هون البيو 2.1 وهون واحد ونص مين عندي البيو availability لها اعلى هاي هذا الكيرف صح ولا لا بالتالي بما انه هذا اعلى البيو availability شو بيختر عبالي بديهيا زهاد البيو availability اله اعلى ال solubility اله عالية صح ولا لا بالتالي امتصاص الabsorption اله عالي طب انا هذا ايش رح يمثلي رح يمثلي solvents hydrate الsolvent رح يكون هون hydrate ولا unhydrate او unhydrous رح يكون unhydrous ليش unhydrous لانه احنا حكينا الunhydrous هو less stable than hydrate صح ولا لا بالتالي لما يكون unhydrous بيكون هون عندي اعلى البيو availability وال absorption والاشياء اللي حكيناها فانا هون يعني استنتجت من نفسي بدون ما اشوف انه هذا الكيرب بعطيني unhydrous وهذا بيعطيني hydrate تمام هذا بيعطيني اللي هو unhydrous تمام شوفوا نتأكد هون هاي بقول لي الدائرة هذا شكل دائرة هايها بتكون unhydrate وانا استنتجت لحالي هذا الاشي لاني انا عرفت اقرأ الكيرب وعرفت اطلع خصائصه وهذا المثلث بحكير انه هو try hydrate بس احكي لكم معلوم هيك بسيطة جدا عن hydrate ان hydrate دائما بيرتبط بريشيو شو يعني بريشيو فرضا انا عندي one molecule ل one hydrate حتى هيك one hydrate او one h2o فرضا اذا بدي two molecules بدي two hydrate فهون hydrate بمثل عنها monohydrate او dihydrate او trihydrate او tetrahydrate فبدي اياكم بستعرفوا انه هاد بالنسبة للhydrate انه بتكون ratio ما بين المolecules اللي انا فيها يعني انا بدي واحد مolecules استخدم dihydrate معناها لاثنين مolecules من هذا الاشي بدي استخدم اربعة لاثنة مolecules بدي استخدم ستة زي هيك يعني هو بس ratio ما بين المركز اللي انا بدي اياها والمي اللي عندي يعني اللي solvent كل مثلا واحد مركز بدي ادوبه بيحتاج لواحد H2O لعشرة بس انه بدي اياكم بتعرف ها المعلومة وبس هيك بنكون خلصنا الكريستالين سولد عرفنا انه بتيجي بوليمورفس عرفنا انها بتيجي سودو بوليمورفس و الفيديو جاي ان شاء الله بنجد بالامور فس وبنخلص يعني خلص